قطع سائقون العموميون في لبنان طرقات رئيسية في أنحاء البلاد استجابة لدعوة نطلقها اتحاد النقل البري تحت اسم يوم الغضب وذلك احتجاجا على عدم تنفيذ الحكومة للوعود التي قطعتها لتحسين أوضاعهم المعيشية وانهيار العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها وكان الاتحاد العملي العام أعلن تضمنه مع مطالب سائقين فيما شلت حركة السير في أغلب المناطق ما اضطر المصارف والمدارس وأغلب المؤسسات إلى الإقفال